اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هندردش مع بعض شوية عن النزلات المعوية ايه هي الاعراض بتاعتها وازاي بنعالجها وإلى حد ما ازاي نفرق بين النزلة المعوية البكتيرية والفيروسية وإلى الفحصات اللي ممكن نطلبها وبعد كده هنبقى نعمل حلقة عن أسباب الأكيو الدايرية والكورونيك دايرية ككل يعني لو جالك مريض وعنده إسهال مزمن ايه هي الأسباب اللي تفكر فيها وازاي توصل للتشخيص بتاعها وحلقتنا النهاردة مخصصة للأطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو الناس دا المعوية بتيجي أكتر في الأطفال لكن برضو بتيجي للكبار وفي معظم الأحوال بتكون سيلف ليمتد يعني هي أصلا بتخفل وحدها بدون أي علاج مجرد راحة وشوية سويل في غضون أيام بسيطة ونسبة قليلة جدا جدا من المرضى هي اللي ممكن تطول معها أو يحصل معها مضاعفات ومشاكل خصوصا في الأطفال أو الرضع أو الناس كبار السنة أوي أو اللي عندهم نقص مناعة لكن معظم معظم الحالات بتخفل وحدها بمجرد راحة وسويل ولو جينا نتكلم على الأعراض فأشهر عرض بتشوفه طبعا هو الإسهال وتعريفه مختلف عليه شوية لكن بيقوله لو المريض بيعمل حمام لين أو سائل أكتر من ثلاث مرات في اليوم كمان من الأعراض القيء المريض ممكن يرجع لكن غالبا بتكون فترة صغيرة ساعات بسيطة ويتوقف لوحده كمان ممكن الغسيان كمان ممكن ارتفاع في درجة الحرارة كمان ممكن شوية آلام في البطن أو مغس أو عدم راحة في البطن بعد المرضى ممكن يحصل عندهم التهاب حول فتحة الشرج بريئينة الإريثيما بسبب البلل وكسرة الإسهال وعدم التكفيف بشكل كويس بعض المرضى ممكن يبقى معاهم دم في البراز وبعضهم ممكن يبقى معاهم مخاط في البراز ممكن يبقى المريض معا حالة إعياء على حسب شدة المرض وشدة الإسهال معا ولو جينا نتكلم عن أسباب النزلات المعوية فالنزلات المعوية ممكن تسببها فيروسات ممكن تسببها بكتيريا ممكن برازايتز زي الانتميبة والجيارديا وممكن كيميكالز ودراجز أدوية وممكن توكسنز وأسباب كتير لكن أشهر الأسباب اللي بتعمل نزلات المعوية هي العدوى الفيروسية أولا ثم البكتيريا فالعدوى الفيروسية هي أشهر حاجة هتعمل نزلات المعوية حوالي 70% وأشهر فيروس بيعمل هو الروتافيروس لكن طبعا فيه النوروفيروس والأستروفيروس والأدينوفيروس وغيرها وبالنسبة للبكتيريا بتمثل حوالي 20% زي مثلا إشرشيا كولايو زي الشيجيلا والسلمونيلا وكمبلوباكتر وغيرها برضو وهنا هيجي معاد السؤال اللي مش مهم إزاي نحدد إذا كان المريض ده عنده نزلات المعوية بكتيرية ولا فيروسية أقول لك أولا إن أشهر النزلات المعوية زي ما قلنا بتكون فيروسية ثانيا في الحالات البسيطة هيبقى صعب بالكلينيكال إنك تفرق بين النزلات المعوية الفيروسية والبكتيرية اللي اتنين هيبقوا زي بعض ثالثا في بعض الأعراض أو العلامات لو لقناها بنقول إن دي أكتر نزلات معوية بكتيرية اللي هي إيه بقى؟ أولا لو كان فيه هاي فيفر ارتفاع شديد في درجة الحرارة دي يقول لك أكتر إن هي نزلات معوية بكتيرية كمان لو فيه دم مع البراز أو مخاط مع البراز بيرجح أكثر البكتيريا كمان لو سيفير أبدومنا بين ألم البطن شديد كمان لو عدد المرات كتير أوي أكتر من 6 مرات في اليوم فالنقات دي تقول لك أكتر إن النزلات المعوية دي بكتيرية طيب ليه إنت قلت إن ده سؤال مش مهم أصلا مش إحنا لازم نعرف إذا كانت بكتيريا ولا فيروس هي السبب عشان ندي علاج ليه أقول لك سؤال مش مهم لإن النزلات المعوية في العموم سيفليمتد وبتخفل وحدها سواء كانت فيروسية أو حتى بكتيرية ولو كانت بكتيرية بس بسيطة وده الغالب والأشهر مش بنحتاج نديها حتى مضاد حياة وحالات قليلة جدا هي دي اللي بنحتاج بقى نعرف السبب بالزبط عشان ندي المضاد الحياة والمناسب ليه لو كانت بكتيريا ومش عارف إيه دي حاجات بسيطة جدا في الحالات الشديدة أو اللي معها مضعفات زي ما نعرف مع بعض لكن معظم الحالات اللي انت هتقابلها مش هيفرق معك كتير إذا كانت دي فيروسية ولا بكتيرية حضرتك لما يجيلك مريض وعنده نزلة معوية فلازم تاخد منه تاريخ مرضي كويس جدا وتفحصه كويس جدا عشان نحاول نستبعد الأسباب التانية اللي ممكن تكون شبه النزلة معوية واحد عنده إسهال وقلم في البطن وارتفاع درجة حرارة فيه أسباب كتير هنبقى نعمل عنها حلقة بعد كده كمان بتقيم حالة المريض بتاعك وتشوف هل عنده جفاف ولا مفيش ولو فيه جفاف درجته إيه بسيطة ولا متوسطة ولا جديدة لو كانت بسيطة ممكن بس المريض يكون عطشان زيادة عن اللازم ممكن تكون دربات القلب بتاعته سريعة شوية الفم بتاعه جاف شوية حاجات بسيطة زي كده لكن حالته العامة كويسة جدا أما لو كانت الدرجة أشد شوية مود ردي هيدريشان مثلا فبتلاقي إحساس العطش ده زايد شوية بتلاقي دراي ماوث ودراي آيز العينين جافة والفم جاف والأخشية المخاطية جافة كمان ممكن تلاقي إخراج البول بتاعه قل دربات القلب بتاعته بقت أسرع وأسرع ممكن يبقى معاه ديزنيا وعمال ينهج ممكن يبقى معاه لما تضغط على سبعه كده المفروض اللون الأحمر ده يختفي ولما تشيل إيدك في خلال سانيتين يرجع المريض بتاعنا ده ياخد وقت أطول من كده عشان عنده جفاف ولو هو طفل رضيع ممكن تلاقي اللي هي الفراغات اللي بين عظام الجنجمة اللي لسه ما التحمدش دي بتلاقيها داخلها لجوة الفراغ اللي بينهم ده داخل لجوة العينين بتاعته داخلها لجوة أو وزنه بيقل أو حتى وزنه سابت فالموضوع كده يقول لك إن فيه درجة أشد من الجفاف الدرجة الشديدة جدا أو لو المريض بتاعك شخص بالغ بتلاقي ضغطه مخفض وتلاقيه دخل في شك أو حتى لو بدأ يحصل معاه اضطراب في الوعي فده هيقول لك إن الموضوع خلاص شديد جدا جدا كمان بتقيم حالة المريض بتاعتك من حيث هل يقدر يأكل ويشرب عن طريق الفم ولا لأ لأن درجة الجفاف وحالة المريض العامة وقدرته على الطعام والشراب هي دي اللي هتحدد لك المريض بتاعك هيتعالج في البيت ولا هنحكزه المستشفى وياخد محاليل ودلوقتي تعالى نتكلم عن العلاج في معظم الحالات البسيطة اللي ما فيش فيها الجفاف شديد والمريض دي يقدر يأكل أو يشرب عن طريق الفم فالمريض ده هيتعالج في البيت بالخطوات اللي هنقول عليها النقطة الأولى طبعا هي الراحة المريض بتاعنا نخليه يستريح النقطة التانية هي إن احنا هنديله سوائل عن طريق الفم عشان نعوض السوائل اللي بتنزل منه إنه يشرب سوائل كتير عشان يعوض اللي بينزل منه ده في الإسهال وبالنسبة للطعام فيه طعام كده اسمه برات اللي هو موز والرز وعصير التفاح والتوست بيقولوا إن الطعام ده إلى حد ما كافي وسهل الهضم ويتحمله المريض بيقولوا يعني المريض لو مش عارف يأكل كويس فالطعام ده بيكون كافي ليه لكن بمجرد إنه يبدأ يتحمل الطعام ويتحسن نبدأ نديله باقي الأطعام الصلبة والبروتينات والكربوهايدريات المركبة لكن طبعا يكون طعام صحي ومطه جيدا مستوي كويس وما يكونش فيه سمين وما يكونش صعب الهضم ويكون طعام نظيف لو طفل رضيع فبيكمل رضعته الطبيعية عادي جدا لإن لبن الأم بيبقى فيه مواد بتساعد كتير في تقليل حدة ومدة الإسهال لكن منتجات الألبان التانية بقى مختلف عليها شوية وبيقولك بلاش يعني الزبادي وبلاش منتجات الألبان التانية في الوقت ده لكن دي مختلف عليها كمان طبعا مهم جدا جدا محلول الجفاف عن طريق الفم خصوصا خصوصا في الأطفال والكبار برضو فمحلول الجفاف ده نقطة حيوية عشان نتجنب الجفاف أو نعالج الجفاف إذا كان موجود بدرجة بسيطة زي ما قلنا فيه منه أكياس وفيه منه عبوات جاهزة بنحل الكيس على 200 مليليتر مية أو 200 سنتي مية طبعا أو على حسب الشركة المصنعة مبتوسي وبند المريض لو كان طفل فعلى حسب طبيب الأطفال ما بيقول غالبا يعني بيبقى حوالي 150 سنتي لكل مرة إسهال الطفل ده بيعملها ولو كان الطفل مش هيقدر ياخد الكمية مرة واحدة عشان مثلا بيرجع أو كده فممكن نديله 5 سنتي كل 5 دقيق مثلا طبعا طبيب الأطفال هو اللي بيحدد الجرعة للأطفال كمان زي ما قلنا محلول الجفاف ده مفيد جدا أيضا للكبار مش بس الأطفال النقطة الثالثة هي الزينك ممكن ندي للطفل بتاعنا أو المريض بتاعنا زينك يقول برضو إنه بيقلل عدد مرات الإسهال ومدة النازلة المعوية ككل زينك النقطة الرابعة هي بروبيوتكس ودي زاد الكلام عنها مؤخرا كائنات حية دقيقة بنديها للإنسان عشان تحسن الانتستاين المايكروفلورا اللي عنده البكتيريا العادية اللي هي عايشة معها أصلا المتعايشة معها بيقولوا إن هي مفيدة وبتقلل حدة المرض ومدة المرض زي مثلا لاكتوباسيلاز موجود منه حاجات زي لاكتيول فورت في منه أكياس وفي منه كابسولات النقطة الخامسة هي الانتي ايميتكس هندي للمريض بتاعنا مضادات للقيق ولا لا زي ما قلنا في معظم الحالات القيق أصلا بينتهي لوحده بيستمر ساعات بسيطة وينتهي ففي معظم الأحوال مش بندي مضادات للقيق لكن لو القيق ده استمر وبدأ يأثر على حالة المريض وهو اللي هيدخل المريض في جفاف أكتر والدنيا هتبوز معاه في الحالة دي ممكن ندي انتي ايميتك حاجة زي الاندانسترون حاجات زي الانست والامريست طبعا أمان بالنسبة للأطفال والكبار كمان أما بالنسبة للميتكلوبروميت أو البريمبران فلا يفضل في الأطفال شوية ولا يفضل لو كان المريض عنده أمراض عصبية أو كان جاله سرعة قبل كده أو حاجة زي دي بسبب طبعا الأعراض الجانبية العصبية اللي ممكن يعملها والحاجات دي يعني وكمان البديل بتاعه متاح وموجود اللي هو زي الاندانسترون زي ما قلنا النقطة السادسة هي خوافض الحرارة ممكن ندي للمريض بتاعنا بارستامول إذا لازم الأمر لو كان فيه ارتفاع في درجة الحرارة النقطة السابعة هي المضادات الحيوية المريض بتاعنا اللي بالحالة دي الحالة بتاعته بسيطة وما فيش مضاعفات ويقدر يأكل ويشرب هل ندي له مضادات حيوية ولا لا التوصيات بتقول إنه لا يلزم مضادات حيوية في الحالة دي حتى لو كان السبب بكتيريا لأن هي زي ما بنقول وهتخفل وحدها ولو إن إحنا بنشوف في الكلينيكل إن كتير من الأطباء بتكتب مضادات حيوية ومطهيرات معاوية زي الميتروندازول أو الفلاجيل وزي النيتازوكسانايد والمضادات الحيوية التانية لكن التوصيات بتقول إن في الحالة دي مش ضروري إن إحنا ندي مضادات حيوية والأساسي في العلاج بيكون هو محلول الجفاف ومعالجة الجفاف والسوائل والراحة فقط لا يغير دلوقتي نتكلم عن الحالة التانية لو المريض جاء لك وحالته العامة سيئة أو الجفاف شديد في الحالة دي المريض أول حاجة بنعمله إن إحنا بنحجزه في المستشفى هنحجزه ليه في المستشفى عشان نديله محاليل وردية عشان نراقب حالته العامة وعشان نعمل فحوصات ونشوف هل فيه أي مضاعفات حصلت معاه ولا لا ولو حصلت مضاعفات نعالجها ونراقب الألكترولايت إمبلنس اللي ممكن يحصل معاه ونراقب وظائف الكلا بتاعته ونتعرف على الميكروب المسبب إذا لازم الأمر عشان ندي علاج مخصص ليه وفي بعض الأحوال لو الحالة سيئة جدا جدا بيتحجز عنها مركزة النقطة التانية هي إن إحنا بنديله محاليل وردية المريض بتاعك حالته العامة سيئة الجفاف شديد أو هو مش قادر يأكل أو يشرب في الحالة دي لازم نديله محاليل وردية المفضل في الحالة دي إن إحنا نديله لكن لو مش متاح ممكن ندي نورمل سالين محلول ملح عادي اللي هو تسعة من عشرة في المية والكمية بالنسبة للكبار فبنعتمد على على تقييم مكينة لحالة المريض إيه ممكن نديله خمسمائة صندق كل تمن ساعات ممكن أكتر من كده أو أقل بعض الأمراض زي الكوليرا مثلا بيحتاج كميات كبيرة جدا بس طبعا لو أنت في منطقة مشهور فيها الكوليرا أو أنت شاكك إن المريض بتاعك معها كوليرا ودي هنبقى نعمل عنها حلقة بعد كده إن شاء الله فده بيحتاج محليل كتير جدا بطريقة هنبقى نقولها بعدين لكن معظم الحالات التانية أنت بتحكم على المريض كلينيكل وتحدد المحليل على حسب استجابته وتشوف تحسن الأعراض معاه الضغط بتاعه بدأ يتزبط نبضات القلب بدأ يترجع طبيعية الوعي بتاعه بدأ يرجع وهكذا أنت بتحدد كلينيكل وبالنسبة للأطفال فدكتور الأطفال برضو هو اللي بيحدد الكمية ممكن يقولك مثلا 20 ملي لتر لكل كيلو جرام في الساعة برضو تزيد أو تقل على حسب حالة الطفل وعلى حسب استجابته وعلى حسب دكتور الأطفال ما يقول وطبعا في الأطفال بنخلي بالنا شوية إنه ما يحصلش إن احنا ندي محليل زيادة عن اللازم لهذا الطفل وبالنسبة إن احنا في الكبار المريض لما بيبدأ يتحسن ويبدأ يأكل ويشرب وأموره تستكر بنبدأ ننقله على الطعام والشراب عن طريق الفم النقطة الثالثة هي المضادات الحيوية زي ما قلنا المريض بتاعنا حالته سيئة وجفاف شديد وإحنا شكين إن المسبب بكتيريا وهنبقى نعمل فحوصات هنتكلم عنها بقى في النهاية فالمريض بتاعنا ده طالما شكين إن السبب بكتيريا هنديله مضادات حيوية كمان في بعض العلامات تشجعك أكتر إن انت تديله مضادات حيوية زي مثلا لو كان معاه بلادي ستول فيه دم في البراز أو مخاط في البراز أو لو الإسهال استمر للفترة طويلة أو لو كان معاه رتفع في دركة الحرارة وصير بي إيجابي معاه فكل دي علامات تقول لك إن السبب أكتر بكتيريا وحالته سيئة ويحتاج مضادات حيوية وغالبا بتبقى مضادات حيوية واردية لأنه مش قادل يأكل ويشرب فبنبدأ بمضادات حيوية واسعة المجال لحد ما نتيجة المزرعة اللي احنا عملناها ما تطلع احنا هنتكلم في الفحوصات وهنعرف إنه في الحالة السيئة دي هنعمل له مزرعة فبنبدأ بمضادة حيوية ويواسع المجال ممكن مثلا في الكبار حاجة زي مع مثلا أو مع وفي الأطفال ما بينفعش مثلا فممكن لحد ما نتيجة المزرعة ما تطلع وعلى حسب نتيجة المزرعة والحساسية بنحدد المضاد الحيوي زي اللي موجود في الصورة ده يعني نتيجة المزرعة لما تطلع والحساسية هتقولك ايه المضاد الحيوي المناسب اللي تستخدمه النقطة الرابعة هي برضو خوافض الحرارة اذا لازم الامر ممكن ندي بارس التمول النقطة الخامسة هي لو في اي مشكلة في خصوصا البوتاسيوم نتعامل معاها يعني لو في نقص في البوتاسيوم نديله بوتاسيوم وبرضو هنبقى نعمل حلقة ان شاء الله عن نقص البوتاسيوم وازاي بنتعامل معاه النقطة السادسة هي علاج اي مضاعفات تظهر أي مشكلة تانية او مضاعفات تانية تحصل نتعامل معاها النقطة السابعة والاخيرة طبعا هي ان احنا بنرقي بحالة المريض ككل وحالة الجفاف بتاعته والوعي بتاعته ونشوف الحالة بتتطور للاحسن ولا للاسوأ ونتعامل مع كل حاجة تطرق على المريض ودلوقتي نتكلم على الفحوصات اولا زي ما قلنا معظم حالات الجسترونترايتس او نزالات المعاوية بتكون سلف ليميتد ومش بنحتاج لها اي فحوصات اصلا معظم الحالات لكن الحالات الشديدة اللي ممكن تحتاج حجزة في المستشفى اللي ممكن تحتاج شوية فحوصات لو في جفاف شديد لو في علامات كتير وارتفاع درجة حرارة زي ما قلنا جديدة وحالة اعياء كبيرة يعني الحالات الشديدة دي هي اللي ممكن نحتاج لها شوية فحوصات زي مثلا سي بي سي صورة دم كاملة اللي ممكن نلاقي فيها كرات الدم البيضة مرتفعة لو في عدوة بكتيرية يعني لو النزل المعاوية دي سببها بكتيريا كمان بنعمل تحليل براز عشان نشوف برضو كرات الدم البيضة عالية في البراز ولا لا برضو تقولك ان السبب بكتيريا كذلك الامر او دم خفف البراز برضو يقولك ان الموضوع بكتيريا اكتر كمان البي اتش لو قليلة ووجود عالية فده يقولك ان فيه كمان المايكروسكوبي عشان تشوف فيه اي بروتوزوة او اي حاجة تانية هي السبب ولا لا كمان طبعا بنعمل مزرعة براز وحساسية وزي ما قلنا عشان نحاول نحدد الميكروب المسبب او البكتيريا المسببة ونبدأ ندي علاج مضاد حيوي على حسب نتيجة هذه المزرعة والحساسية لكن مزرعة البراز بصراحة عليها كلام شوية لان مش دايما تطلع ايجابية يعني حتى السبب يكون بكتيريا مش دايما تطلع ايجابية كمان بتحتاج ميديا كتير انواع مختلفة من الميديا لمختلف انواع البكتيريا كمان ممكن تجيلك النتيجة وتقولك ان فيه اكتر من بكتيريا موجودة وما نعرفش انهي النوع فيهم اللي مسبب للمشكلة الرئيسية لكن عموما بنعملها كمان لو المريض سيستيميكال يقل ممكن نعمل مزرعة دم لو المريض حالته العامة سيئة برضو ممكن تورينا البكتيريا المسببة كمان اي بي جي غازات في الدم الشرياني عشان نشوف البي اتش والسي او دو والبي كارب والحاجات دي ونحكم على حالة المريض هل فيه اسيدوزيز ولا لا كمان سوديوم وبوتاسيوم وباء المعادن يوريا وكرياتينين وظائف كلا طبعا ويورين اناليسيز بعض الحالات ممكن نحتاج لها ايمدجنج او صدار عشان نستبعد الاسباب التانية ونشوف المضاعفات وما الى ذلك النزلات المعوية دي مرض معدي على حسب المكروب المسبب انتشارها ممكن يكون بسبب تلوس الطعام او المياه ببراز الشخص المصاب انواع تانية ممكن تكون بسبب استهلاج منتجات حيوانية مش مطبوخة بشكل كويس ومش مستوية بشكل كويس المهم ان احنا لازم نهتمل بالنظافة كويس جدا نخسل ايدينا بالمية والصابون قبل الاكل وبعد الاكل قبل الحمام طبعا وبعد الحمام كمان نطهر الحمام بتاعنا وانطهر الحنفيات والاكر خصوصا لو عندنا شخص مصاب وعنده نازلة معوية كمان الطعام بتاعنا يكون مطبوخ ومستوي كويس جدا وبلاش الحاجات اللي هي نص السوا والحاجات دي لو مريض جالك معاه اسهال ومعاه فوكالبين الم في منطقة معينة بس لما تضغط على هذه المنطقة فقط توجعه فكر في الاسباب الاخرى والاسباب الجراحية ممكن حاجات تانية زي الابنتسايت استعمل كده انتساسيبشن تكسيك ميجا كولون وحاجات كتير فلو انت شاكك في المريض بتاعك اعرضه جراحة وخلي دكتور الجراحة يبص عليه معاك بعض النازلات المعاوية البكتيرية ممكن يانتج عنها مضاعفات خطيرة جدا لكن دي حاجات ندرة بس تعرفها من باب العلم بالشيء هسيب لك الصورة كده وانت تبقى تقراها وتشوف زي مثلا هيموليوتك هيروميك سندرون مثلا تكسيك ميجا كولون مثلا فولمن تليفرت سيلفير وغيرها تقدر تشوف الصورة وتقراها كده من باب العلم بالشيء لكن دي حالات ندرة جدا في لقاح متوفر حاليا ضد الروتافيروس بما اننا قلنا ان النازلات المعاوية اشهرها فيروسية واشهر فيروس بيعملها هو الروتافيروس ففي لقاح متاح لي حاليا للاطفال زي الروتاتيك والروتاريكس وبكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هسيب لك بعض المصادر تحت في الوصفة اسفل الفيديو تقدر تشوفها وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضرتكم